بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نتحدث اليوم عن يونت 27 بكتاب النحو للمرحلة الأولى طبعة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي وركزوا إياه وانتبه على الملاحظات اللي راح أقوله لك إياه بهذا اليونت راح نحكي عن الكود الكود زادا هاف زاد تصريف يعني كود وياها فعل مجرد وكود وياها هاف وتصريف كود وياها فعل مجرد وكود وياها هاف وتصريف خوف عايش احنا خذنا بأن الكود تحت شعن القدرة هذا الحدث ينتهين من عنده طيب يقول لك ملاحظة احنا نعرف بأنه الكون هي بالمضارع والكود بالماضي ولكن هذا الشي نسبة 20% احنا تقولي شلون نسبة 20% يعني الكود بالماضي مدائما الكود مدائما ماضي عفوا يعني الكود مدائما تصير ماضي الكود ممكن هي بالماضي ولكن ادلع المعنى مو مشكلة او ممكن حتى تدلع الفيوتر فمثلا what shall we do tonight شن رأيك شنسوي اليوم يقول we could go to the cinema من الممكن بالمستقبل معناه فالكود مرات مدائما معناه مدائما معناها ماضي اذا نكتبها ملاحظة لا تستخدم الكود دائما ماضي الكود لا تستخدم دائما ماضي هاي اول معلومة اريدك تاخبها شون عارفها ماضي لعدمو ماضي اكيد اكو علامة اخرى من خلال العلامة الاخرى راح تعرف بان الكود هل هي ماضي ام هي المستقبل وكيد المعنى فانها بنقال لك tonight شن الشي نفعل اليوم خما ماضي وده يقول شن الرشي اللي راح نسوي اليوم اكيد بمستقبل هنا قال لك next month الشهر القادم يعني هذا مستقبل فاذا الكود هنا استخدمت المستقبل فالكود تستخدم للماضي تستخدم للمستقبل تستخدم للمستقبل جديدة واحدة من استخداماتها المستقبل اذا اجت علامة اياها مثلا next month هاي علامة على المستقبل طيب الفكرة مهنة الفكرة خليناخذ استخدام اخر للكود خلينشوف شنو فرقها عن الكودهاف التصريف فيش يقول هنا يقول نستخدم الكود for action is not realistic اذا هذا استخدام مهم جدا للكود يقول الكود تستخدم مع الحدث الغير حقيقي not realistic اذا لقيت بها فاتحدث غير حقيقي not realistic راح استخدم اني الكود شوف هنا منطيك الكن ومنطيك الكود راح نشوف شنو الفرق ما بين الكن والكود بهذه الجمل يقول I can swim I can stay with Sarah يمكن ان ابقى مع سارة when I go to Paris ابنية تحجي زميلتها او صديقتها ولهلها تقول لهم من انا سافل باريس راح ابقى اني اقدر فهذه حدث حقيقي يعني انا من راح اسافر للباريس انا راح ابقى يام سارة هذا قدرة realistic حدث حقيقي زين موضوعنا احنا دان نحتي عن الكود مع ال not realistic فخلينا اخذ جملة not realistic اولا هو قيل maybe هو من قيل ربما شنو حقه حدث مو حقيقي يقول I could stay with Sarah when I go to my Paris من قيل but maybe ربما حدث مو حقيقي او شي مو ممكن يصير يعني واحد ابنية سألتها امها قالت لها وين ترو وراح تبقين قالت لها maybe ربما اجوزة تروح للفندق فقالت ربما فلذال قيل I could ما قيل فالحدث هنا لان مو حقيقي نستخدم الكود يقول this is a wonder of a place هذا مكان راقي I could stay here forever راح للحبانية بلنبار وراح التركية وشاف لفد منظر حلو وعجبه فاش قال قال انا راح ابقى هنا للأبد يعني هو اكيد هنا دا يضحك يخو ما يفرش ينام بالقاع في هذه المنطقة اكيد لا يعني هو راح سياحة مثلا فشي مو حقيقي فالحدث الناترياليستك مثل ما ذكرنا نستخدم الكود جملة الاولى مفتاح الحل ممكن اسهلك امر الحل هذا maybe نشوف maybe هي مفتاح للحل بانه حدث مو حقيقي الجملة الثانية مفتاح الحل forever للابد مستحيل واحد يعيش للابد فهيش مفتاح الحل انطيكم بالجملة تعرف العلامة مالتها رقم سي يقول نستخدم الكود something is possible as a new or future اذا الحدث المستقبل وانا ذكرت لكم هاي الملاحظة يعني احنا ذكرناها قبل شوية بان الكود تستخدم للمستقبل اذا خلينا 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 نقول ملاحظتين هس اخذنا عن الكود الاولى تستخدم الكود عن الاولا عن القدرة هي معروفة بالشكل العام هاي هذه خليها على صفحة ولكن اخذنا الكود لما تكون لا ترياليستك الحدث غير حقيقي واخذنا هسا الكود لما يكون الحدث possible in future الحدث اللي ممكن يصير بالمستقبل لما يكون اكو مستقبل بالجملة يعني فهذا هي الفكرة طبعا هنا الكن مثل ما ذكرنا هنا الكن قدرة ability the weather can change الوذر ممكن يتغير مثل الجملة الثانية من قائل could the weather is now good not in general الكود هنا يقول the weather is nice now يعني الجوهة سهوة زين but it could change ولكن من الممكن ان يتغير يعني من الممكن انه يتغير فشوف احنا الكود يعني الكن هي حقيقية يعني the weather can change very quickly الجبال هو من قائل الجبال مفتاح الحل يعني هنا هسا عندك الجبال من قائل لك mountain يعني جبال mountains mountains الجبال الجبال يعني هي حقيقة بانه الجو متغير اما من قائل الكود فمعناها الجو مستقر هنا the weather is nice but it can change later ممكن يتغير معناها الجوهة سهزين يعني ما بي مشكلة الجوهة بشكل عام يعني خلينا نقول الجوهة سهزين يعني هذه مو حقيقة يعني هذه مو حقيقة اما الجملة الاولى فكان حقيقة لانه جبال فجومه تغير اما الجوهة اللي عندنا هنا فيقول لي could 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 change يعني من الممكن ان يتغير يعني حتى اوضح لكم الصور وحتى تصير بعض اوضح الجوهة من الاولى كان فهذه حقيقة لانه جبال اما الجملة الثانية فاحتمالية انه يتغير احتمالية يعني لانه يعني شي طبيعي خلينا نقول عليه نجي على نقطة دي يقول هل نستخدم could have to talk about past نقدر نحكي تصريف ثالث تصريف الكود والهاف والتصريف لما نحكي عن القدرة في الماضي مية بالمية هاشنو ايه يعني لما نتكون عندك قدرة بالماضي الموضوع ماضي قافل يعني راح نستخدم الكود هاف سواحد يقول لي سادة انا خلطت عليه الامور ويا الكود ويا كود لا لا ما خلطت عليك الامور راح افهمك وحده وحده الكود تستخدم لو ماضي لو مضارع لو مستقبل حسب الجملة الكود اما الكود وهاذ والتصريف فهاذي مية بالمية ماضي من يقول ايام سوا تايرد انا جدا تعبان اي كود اسليب فراويك اقدر انام لمدة اسبوع طبعا الكود هنا مو ماضي ليش؟ لان هو حاطلك ام حاطلك ام ام للمضارع جملة الثانية قال انا جملة جدا تعبان جملة ماضي من خلال واز لذلك راح اقول اي كود هاف سلابت كود دو هاف تصريف كود دو هاف تصريف جملة الثانية ايضا كود بي جملة الثالثة كود هاف بي لانه عنده واز فهذا هو الموضوع يعني الموضوع صعب اذا انت تشوفه بدون ما تلاحظه وتتابعنا اما ليقرأ دروسنا ويشوف المادة سهلة والله ابدا ما كو بيها صعوبة انا نفس الحاجة بس قال لك يا هنفي اللي قل لك اذا ردن فيها قول اي كود انت يعني ما كو بيها اي شي شي اللي ما قدر تساوي شي اللي ما قدر تساوي بص بص شي لا يمكن ان يحدث مثلا اي كود انت ليفن بيك سيتيو ما قدر اعيش بمدن كبيرة انا احب الريف مثلا يعني فهي الكود انت يعني هي نفس الجملة بس راح ننفيها وايضا نريد ننفي جملة الهاف كود انت هاف وتصريف يعني اهم نفس الحالة هاد ريلي قود هاردي وي كود انت هاف بين بعتها طيب ليش مستخدم الكود والهاف والتصريف لان عنده هاد والهاد تستخدم للماضي طبعا هذاني نفس الحاجة بالضبط بس دايسويها نفي يعني ما كو شي جديد سواحد يقول هاي شلون لا لا هاي كل الحاجة نفسها بس نفي يعني هذا المواضيع اللي اخذناهن هسا قبل شوية نفسهن بس راجع لك ياهن واخذهن بحالة النفي فمثلا قيل لك اي كود انت دو اللي هي الكود وراها تصريف اللي هي تستخدم للقدرة ممكن اصير بالماضي بالمضارع عادية يعني مثلا على سبيل المثال مني يقول لك اي كود انت اي كود انت ترن ما قدر امشي عشر كيلوات اركب يعني هاي الجملة كود انت بس هي للمظاهر مو للماضي يعني الجملة الثانية اي كود انت ترن يستردي ما قدر ترن البارحة هاي الكود استخدمت للماضي بس هي حالة نفية فاحنا ما اخذنا اي شي جديد يعني ايضا هنا الكود والهاب والتسريف الثالث ايضا نفي لما نكون ماضي شون عرفت الماضي بيهاد فهو من نجيب لك شي لازم بيها علامة يعني ان شاء الله فهمتوا هاي المادة واي سوال او استفسار احنا حاضرين